وصلني فيديو كارسي من أحد المتابعين على صفحة الفيسبوك والمتابع بيستفسر هل الكلام ده صح ولا غلط الفيديو بيقول إن مريض النقرس يأكل لحمة وبروتين حيواني براحته ناين المشكلة مش فيهم لكن المشكلة في مرض السكر ومقاومة الإنسولين أو سكر الفراكتوز المتحدث في الفيديو بيقول عادي تأكل بروتين حيواني كتير وعادي إن حمض اليوريك يرتفع اللي هو بالمناسبة اليوريك أسد مش هيحصل أي مشكلة بحجة إن طالما مفيش ولا سكر ولا مقاومة إنسولين ولا بتأكل سكر فراكتوز يبقى مش هيحصل التهاب في الجسم وبالتالي الارتفاع ده هيكون غير دار ومش هيحصل هجمات للنقرس مش بس كده لا ده أنت كمان تأكل لحوم وبروتين حيواني كتير عادي ولكن تمنع الفاكهة طب لين منحها لإن فيها سكر الفراكتوز اللي حيتحول لحمض اليوريك مش بس كده كمان ده الفيديو كمان بيقول إن نظام الكارنيفور وهو أحد الأنظمة الغذائية اللي بتعتمد على تناول اللحوم والبروتين الحيواني هو نظام ممتاز لمريض النقرس هو ليه جماعة الخير بنقعد نفتي في علم التغذية ونقول معلومات غريبة عشان الفيديو تشهر والكارسة إن المتابع بيصدق وبيشكر كمان في التعليقات كمان الفيديو فيه معلومات صحيحة مدعمة ببعض الصور فطعطي للمشاهد إحساس المصدقية وإن اللي بيتكلم ده فاهم لكن للأسف بيتحط الصح مع الغلط ويطلع علم جديد ملوش أي أساس علمي تعالوا نفهم الصح أولا اللحوم والبروتين الحيواني بيكونوا مليانين بمادة اسمها البيورين اللي هتتحول لحمد اليوريك اللي بتروح تفحصه في المختبر وبتلاقيه عالي لو أنت مريض نقرس وعلوه ده خطر حتى لو ما عندكش سكر ولا مقامة إنسولين ولا بتاكل سكر الفاركتوز لأن مش دول فقط اللي ممكن يعمله التهابات في الجسم فيوجد ألف سبب آخر ممكن يعمل التهاب في الجسم وبالتالي حمد اليوريك المرتفع ده هيكون دار ويحصل بسببه هجمات للنقرس فما ينفعش تقول أنا حمنع السكر اللي هو بيكون عامل مساعد فقط في زيادة الخطورة بالإصابة بالنقرس وتسيب السبب الرئيسي اللي هو البيورين اللي بيتحول لحمد اليوريك كمان تقول أنا مش حاكل فكهة بداعي إن فيها سكر فاركتوز لأنه هيتحول لحمد اليوريك ولكن أنا حاكل لحمة برحتي طب ما هو يبني دي كمان بتتحول لحمد اليوريك وبشكل أكبر بكتير ده غير كمان معلومة إن سكر الفاركتوز اللي بيتحول لحمد اليوريك ده بيحصل أكتر مع سكر الفاركتوز الصناعي وأحيانا مع عصائر الفكهة لكن الفكهة الطبيعية اللي بتتاكل بريئة أنتم متخيلين بيمنع مريض النقرس من الفكهة لكن بيقولوا كل لحمة بعدين نقول للناس كلوا لحمة وعادي إن حمد اليوريك يرتفع مفيش درر طالما مش بتاكل سكر لأن كده مفيش التهاب في الجسم فمفيش أي أضرار طيب أنا عايز أسألك سؤال هو اللي التهاب في الجسم بيحصل بسبب مرض السكر فقط؟ لا طبعا ده ممكن يحصل لو حتى خرقت في جو حر أو ما نمتش كويس وما أخدتش كفايتك في النوم أو لو كنت عصبي لأي سبب فألف سبب وسبب ممكن يسببوا التهابات في الجسم وبالتالي ارتفاع حمد اليوريك هيكون دار ويسبب هجمات نقرس لكن إيه رأيك لو فيل تهاب في جسمك لكن حمد اليوريك مش مرتفع لأنك ما أكلتش لحم كتير ساعتها مش هيحصل هجمات من النقرس عارف لو كنت قلت مثلا للناس كل فول مفيش مشكلة كنت حاول ماشي كلام صح لإن فيه اعتقاد خاطئ عند الناس إن الفول غلط على مريض النقرس وأنا صححت المعلومة دي قبل كده في فيديو سابق وقلت إن الفول مصدر البروتين اللي فيه مصدر نباتي والمصادر النباتية أقل خطورة من المصادر الحيوانية لأن نسبة اللي بيورين فيها أقل مش معنى كلامي إن احنا نروح نأكل فول كل يوم ولكن معنى كلامي إنك لو أكلت الفول مرتين في الأسبوع أو حتى ثلاث مرات فمفيش خطورة منه علم التخزية سهل وبسيط ولكن اسمع لللي فاهم ودارس وعموما ده فيديو بصحح فيه معلومة أخرى منتشرة بتقول إن الفاكهة ممنوعة على مريض الكبد الدهني أسابكم تشوفوا الفيديو حازمونير يحييكم وتابعوني على اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك والسلام عليكم